اجتماع مرتقب لأطراف الحرب في اليمن المكان هو جنيف وفق أرجح التوقعات التي عبر عنها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في أحدث تصريحاته أجندة اللقاء المقبل الذي أكد المبعوث الأممي أن حليفي الإنقلاب سيشاركان فيه هي نفسها ترتيبات ميناء الحديدة وآليات صرف المرتبات وربما رفع الحصار المفروض على تعز تمهيدا لتسوية شاملة كل هذه النقطة الحقيقة وخاصة المحادثات التي حصلت بالكواليس مع المسؤولين في المنطقة كل هذا يدفعني إلى شيء من التفاهل وأبلغت الأمين العام بذلك ونحن حقيقة الآن نريد الدفع الأمام إلى هذه المبادرة النبرة المتفائلة للمبعوث الأممي لم تأتي بناء على تفاهمات مع طرفي الحرب بل حصيلة الانطباعات التي تشكلت لديه إثر جولته الأخيرة التي بدأها في مسقط وشملت جدة والرياض وطهران وأبوظبي وانتهت بعمان في آخر زيارة للمبعوث الأممي إلى صنعاء لم يلتقي أي من طرفي الانقلاب ولم يتمكن من شرح الكثير عن آليته المقترحة بشأن الحديدة لكن الموقف الموحد لشركي الانقلاب الذي لمسه في السابق لم يعد كما كان فهناك صعوبة في التوافق بين ميليشيا الحوث والمخلوع عزاء التفاوض ما يجعل من هذا التطور أحد العوامل المثيرة لقالقي ومخاوف المبعوث الأممي من انفجار قد يحصل في صنعاء حضي التعز بأوضح موقف يعبر عنه مسؤول أممي حيال الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب التي تتعرض لها من قبل الانقلابين ما يفرض بقاءها جزءا من الترتيبة المرحلية التي سيتركز حولها لقاء جينيف المرتقب مدينة التعز حقيقة وصلت إلى مستوى من المأساة الإنسانية لا يتحمله العقل هناك ضرب ضد المدنيين وهناك معاناة مباشرة وهذا كرناه وهذا على الأسف لا يبرر ويختلف مع كل العرف اليمني والتقاليد اليمني وكذلك مع القانون الإنساني الدولي الانفراجة الوشيكة التي بشر بها المبعوث الأممي على خط المشاورات السياسية دونها على ما يبدو جبل من التعقيدات الذي يتعين هدمه قبل بلوغ الاجتماع المرتقب في جينيف